أهلا بحضراتكم من جديد كل متابعين متابعي تلفزيون يوم السابع في كل مكان تابعنا النهاردة بتأكيد مراسم الجنازة لشهيدة الصحافة شيرين أبو عقلة وتشيع الألاف من الفلسطينيين جثمان الصحفية شهيدة شيرين أبو عقلة إلى مثوها الأخير في مقبرة جبل صهيون بالقدس المحتلة اليوم وغادر جثمان شيرين أبو عقلة كنيسة الروم الكاثوليك باتجاه مقبرة جبل داود في القدس الشريف بعد الصلاة عليها بالكنيسة ورفع المشيعون الأعلام الفلسطينية في القدس بعدد كبير جدا وخاصة في منطقة باب الخليل هي بالتأكيد جنازة مهيبة مليئة بالمشاهد مشاهد التضامن والحزن على شيرين أبو عقلة الصحفية المخضرمة وأيضا مشاهد الفخر بما قدمته شيرين على مدار عقود من الزمن ولكن المشهد الأبرز النهاردة هو الاعتداء العنيف من قوات الاحتلال الإسرائيلي والهجوم على موكب تشيع جثمان الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلة إلى مثوها الأخير تم استعمال أيضا قنابل الصوت وقنابل الغاز أيضا منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اليوم تعليق صور ويفطات بتحمل صورة الصحفية الشهيدة شيرين أبو عقلة أمام كنيسة الروم الكاثوليك الهجوم زي ما حضراتكم شايفين تم تصويره من زوايا مختلفة من خلال كل كاميرات المرسلين العرب والأجانب والهجوم الحقيقي كان عنيف جدا هجوم عنيف لدرجة أن النعش كاد أن يسقط على الأرض ولكنه لم يسقط وتظل شيرين أبو عقلة شاهدة على اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي حتى بعد اغتيالها صور وفيديوهات هذا الاعتداء بتتصدر الآن وسائل الإعلام في العالم كله وفي عدد بالتأكيد من الإدانات الواسعة في كل أنحاء العالم خلينا انتبع مع حضراتكم عدد من هذه الإدانات أولا أعربت وزارة الخارجية المصرية عن رفضها وإداناتها البالغة للاعتداءات التي تعرضت لها جنازة الإعلامية الراحلة شيرين أبو عقلة من قبل السلطات الإسرائيلية وأكد السفير أحمد حافظ المتحدث رسمي باسم وزارة الخارجية على أن مثل تلك الاعتداءات غير مقبولة أو مبررة تمثل انتهاكا الحقوق الشعب الفلسطيني ولحرمة الموتى فضلا عما تؤدي إليه من زيادة حدة الاحتقان وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة وربما يؤثر سلبا على كافة الجهود الرمية لإحلال السلام في المنطقة أيضا بنتابع مع حضرتكم إدانة البيت الأبيض قال البيت الأبيض اليوم أن صور الاعتداء على مراسم تشييع جنازة شيرين أبو عقلة كانت صادمة أيضا قالت منظمة مراسلون بلا حدود أن هجمات القوات الإسرائيلية على جنازة شيرين أبو عقلة مدانة وصادمة وغير مقبولة دعية إلى إجراء تحقيق دولية على الفور في ملابسات مقتل شيرين أبو عقلة أيضا أدانة الاتحاد العام للصحفين العرب الاعتداء الغاشم لقوات الاحتلال الإسرائيلي على موكب تشييع جنازة الشهيدة شيرين أبو عقلة حيث قامت قوات الاحتلال بتفتيش المركبة التي تحمل نعش شهيدة شيرين أبو عقلة واستولت على شال لها يحمل علم فلسطين وآثار من دمائها أيضا أدانة الاتحاد العام للصحفين العرب بشدة هذه الجريمة البشعة والتي تثبت أن الشهيدة شيرين أبو عقلة أخافت سلطات الاحتلال الصهيوني لأدائها البطولي كصحفية مهنية تقوم بمهامها على أكمل وجه لنقل الحقيقة التي يعانيها الشعب الفلسطيني إلى دول العالم ولا تزال الحقيقة الإدانات الدولية تتوالى حول هذا المشهد هذا المشهد الصادم للعالم كله ولكن اعتاد عليه الفلسطينيون وشهدته شيرين أبو عقلة حتى بعد اغتيالها هذه كانت كل ردود الأفعال حتى الآن وأشكر حضراتكم شكرا جزيلا على متابعتنا وبالتأكيد هنوفيكم بأهم وأبرز التطورات حتى هذه اللحظة شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء شكرا جزيلا لكم ترجمة نانسي قنقر